جدا رائعة فعلا ومن هاي الأجواء الحلوة رح ننتقل مع بعض لنحكي مع بعض مع ضيف مميز جدا عن موضوع التنمر يعني التنمر أو الاستقواء أو التهريء الترهيب والتأسد يعني هي أغلبها مصطلحات بتعكس موضوع الإساءة من شخص لآخر يعني هناك أنواع عديدة للتنمر التنمر اللفظي ممكن الجسدي العاطفي لكن في نوع جديد من أنواع التنمر ظهر بشكل كبير آخر فترة وهو التنمر الإلكتروني ولكن للأسف الشديد هو من أصعبها ومن أكثرها خطورة عشان هيك نحن اليوم حبينا نحكي عن هذا الموضوع يعني لما حكينا عنه أنه هو صعب هو بسبب أنه كثير فيه أشخاص بيحاولوا أنهم يقوموا بالتنمر ومتنمرين من خلف شاشة الحاسوب أو من خلف شاشة الموبايل وهو بيكون متخفي يعني وبأذي الضحية وبأذي كمان أهله وممكن مرات يؤدي لمشاكل نفسية واكتئاب وممكن أيضا للانتحار للأسف فعشان هيك اليوم معانا ريادي الإعمال والابتكار غسان حلاوي وهو نشيط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وإله بصمات جدا إيجابية وأنا شخصيا يعني بس أتابعه بحس بالإيجابية بحس بالقوة بحس بالهيك التفاؤل والحيوية معانا اليوم غسان حلاوي صاحب مشروع براشوت سكستين وصاحب أيضا برنامج تموحي لايف على السوشال ميديا أهلا وسهلا فيك غسان شكرا شكرا على المقدمة الجميلة يعني بالعكس واحد بكبر وبفتخر بصبايا حميتهم عالي زيك شهد شكرا شكرا لإيجاب غسان أهلا وسهلا فيك بستهديهم جديد بداية غسان ويسعد صباحك وكل عام أنت بقى خير بمناسبة عيد الفتر غسان بداية بحب أتعرف منك على موضوع طموحي لايف يعني كيف بدأت بها الفكرة أول شيء كل شيء يوجد حكاية كل شيء يوجد قصة واحد يوم من الأيام طبيعت مشاريع المشتري في المحافظات ودائما بتقابل شباب عندهم طموح وأحلام وأهداف لكن تعرف حين من القصة يا فرصة يا توجيه يا بتعرف هيك ومضة الواحد يدار فيها يتحرك فقابلت إنسان يسمى شاهد بيدوي بين المحافظات كانت كنا بنسأل بسأل الناس بطريقة هيك عشوائية أنه إيش عندك حلم يعني إيش عندك حلم وقلت أمشي بين الناس أكثر حالا ناس عجل للواحد بتذكره يطلب مني أي شيء بدي أسوي له ورفعت إيدي لربنا بقول له يا رب يعني إيش بقدر عليه يعني مش فعلا الكل كانت كيني شاهد 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 شو هاش شاهد وقال يا شاهد وين أنت تقول لي أنا رتوني وموريني إيش بدك قلت يا شكر ما بدي منك ولا إيش فرط شاب هيك أحمش اسمه يوسف قال لي غسان تعرف إيش إنا كنا بنشاهد قال لي حلمها من سبع سنين تدرس بأكاديمية الطاهي الملكية وعم بتحط إرشعة إرشعة لتدرس في هذه الأكاديمية وطلعت لي قال لي عن جد شاهد هذا حلمك بكل استحياء وأدب وجمال أدت لي آه هذا حلمي فأنا رحت على كانت ساعة عشر ونص الصبح ما بنس التوقيت لأنه كان كثير فضيع فكتب فوس مرحب يا جماعة أنا موجود اليوم في وادي موسى وفي أخت إيلي عند حلم تدرس بأكاديمية عن جد هذه الأكاديمية وأنا مؤمن أننا مع بعض ساعة تفتحية هذا الحلم طبعاً تعرف بوست طائش يعني مش ما عمل يم بوست وإلا ساعة ثلاث ونص برن رقم الموبايل رقم غريب ما بعرفه قالوا مرحب أعطيك العافية أهلاً تقول لي معك فرح من أكاديمية الطاهي الملكية قالوا أهلاً تحبين يقول لك أن أعطينا شاهد منحة 80% ويأتي واحد طبعاً تعرف أصحاب يبعطوا لك فتحقق حلم شاهد بأربع ساعات هذه اللحظة تعرف مفروض أن يعيش في غاية السعادة والنشفة صبتني صدب نفسية أنه كم شاهد في الأردن كم محمد في الأردن كم يوسف في الأردن حلمهم هو بعدهم عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيه أو أصحابي اللي نشطين عن مواقع التواصل الاجتماعي فرح حكيت مع صديقي العزيز جداً خالد الأحمد تقول له خالد اسمع من وجه له تحية تحية لخالد طبعاً العظيم الملحم دائماً على مواقع التواصل الاجتماعي تقول له خالد صار هيك هيك وأنا حاسة ممكن نعمل إشاء مواقع التواصل الاجتماعي نعمل نعمل لائف شوية أحلام الناس لائف اللي تعال حلاء لتحمس جداً اللي تعال حلاء نسوي فإننا نتلعين من نفس نهار حلو بالليل تلهم يا جماعة أنا اسمي غسان أنا اسمي خالد قد نعمل شوية أحلام الناس الناس سمتوا طموحي لايف الناس اختارت وقته والناس اختارت ماذا هو؟ لأنه هو للناس لأنه هو للجمهور وصوبر نعبر عن برنامج بحق أحلام الناس لايف كلهم أربعة سبعة يعني معناته أنت من خلال طموحي لايف منقدر نحكي للمشاهدين أنه أنت بتشبك الشباب ببعض الفرص التي ممكن تكون حلم لهم منهم صغار وهي متاحة على فكرة الأحلام بدين شاهد بسيطة جدا ممكن تكون لغة يكون منحة بالجامعة أو شغل خلينا ننتقل مع بعض لموضوع التنمر ولو تحكي لي بعد تجربتك بالسوشال ميديا اشترك بهذا الموضوع وشو الدوافع اللي بتخلي الشخص يكون عدائي أو عنده هواية أن يقوم بهذه العادة السلبية أنا بتحكي من ضمن خبرة بسيطة لكن أنا مش خبير في هذا المجال فيناس عظمين جدا لكن البوليينج هو عبارة عن اختلاف في القوة البوليينج اللي هو التنمر وعبارة عن اختلاف في القوة ويقال حتى في إلود عريف يقال اسمه السلوك المهيمن أنه شخص بدي يهيمن يفرض السيطرة وهذا الشيء موجود على فكرة من زمان موجود سواء بسلوكيات بالألفاظ أحيانا ممكن يكون لفظ يجرح شخص المقابل إليك فإذا يعتبر هذا نوع من من أنواعه لكن في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أعطتنا مساحة أن الواحد عبر رأيه أكتر أبسط ويعني ممكن المساحة صارت أوسعة فالواحد كلما كان مساحته أوسح أكتر بلا قيود بطلع فيه أشياء هو ما بتخيل هي أساسة الموجودة عنده ودائما كان أساس هذا السلوك هو فرض السيطرة للأشخاص ويقال واحد من دوافع تاعته أنه حب للأشخاص تعوض النقص الموجودة عندهم بأنه يسيطر ويفرد ويبكر يكون عنده دوافع أخرى منه يطلب أمور مالية إلى آخره لكنه بتنوع عادة تكتر عند الأطفال والشباب في المدارس والمراهقين والمراهقين وبرضه موجودة عندنا بكثرة بالشغل أو بالحياة المهنية كثير لكن بتكون وطقتها أخف وطقتها لأنه مش واضحة كثير ممكن أن واحد بداخل الحياة المهنية صار عنده قدرة أنه يدافع عن حاله أكتر نعم والنوق واحد من دوافع الأساسية الثانية هي الغيرة أنه أنا مثلا موقع توصل للشماعة مشوف شاهد إنساني علمية عم تظهر أكتر فبصير تعرف بدي كيف يعني كيف شاهد مش أنا يعني فمثالي وهنا كثير مهم أتطرق لموضوع اللي بساعد كثير بموضوع التنمر الإلكتروني هو أمن المعلومات وكثير من الأشخاص كثير بتهاون الموضوع اسمها على الباسورد تبعي أدخل سوي كذا دائما بطلع لنا أشياء أونلاين موجودة بنعمل عليه أكي أكسب 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 ما منعرف أنه أم بسعب كل ديتا ما منعرف ما منعرف شو فيه تعليمات هلأ أنت تحدثت عن كيف نتجنب موضوع تنمر صحيح جزء منه الأمن المعلومات أنا أريد أن أسألك عن الأضرار التي يمكن تعود على الضحية الأضرار عليه وعلى أهله وعلى نفسيته وكيف الشخص يجب أن يكون حذر أنه يتعرض لهذه الأشياء وخصيصا أن الأهل يحضرونه لكي يديروا بالهم على أبنائهم لا يتركوا ساعة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي ويحموهم من التنمر الإلكتماعي هنا هناك أساسي هذا السلوك والأضرار وإستخدام الكثير لمواقع التواصل الاجتماعي وهذا موضوع أكبر ونحكي بعدين الفئة العمرية المهمة لدينا الأطفال وعندنا المراهقين وعندنا الناس المهنيين واحدة من الأضرار الأساسية هي الشعور الضحية دائما بالخوف ودائما هو مهدد على شيء وعلمان هو أحيانا يختلق هذا الشيء يتم اختلاق يعني الشخص يوم يوم لا يعتدوا يعني كان عندي دائما بالي أنه هذا سيعتدي علي أو هذا يسرقني فسفرت مرة تانية على صديق على أفريقيا قال لي غسان أي أحد يأذيك أهجم عليه ففعلا هجمت عليه هرب المتنمر هو شخص خايف يعني هو عنده خوف مهول والأساس الخوف نشعر فيه لأننا لم نأخذ خطوة إيجابية تجاه الصح فهذا الشيء أساسي هو الخوف ثاني أشيء أنا أعتبر أنه اليوم بمجتمعنا يزيد وعينا كثير فلازم الأهل يكون وعين أنه التنمر هو شيء مش معيب يعني ما بعيب لو صار معك أنك أنت يوم ما ضحية لهذا الشيء هي مشكلة تنمر يمكن الإلكتروني تحديدا أنه للأسف بعد ما يقوموا بنشر صورة أو فيديو أو مقطع فيديو على مواقع التواصل اجتماعي ما تروح إذا لغضي تظهر مستمرة وللأسف الشديد أنه كثير أشخاص من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي يقوموا بإعادة نشر مرة ثانية وثالث ورابعة تحديث أعنا فيه لأنه مدة تطويل جدا صحيح طيب غسان لو نحكي عن بعض الحالات التي مرت عليك أمثلة واقعية نختم فيها حديثنا لكي الوقت ذهبنا طبعا يوم الأيام في صديقة تتواصل معي بتحكي لي أنا جميلة جدا قالت لي غسان أنا تم قبولي بواحدة من الدول الغربية وريد أطلع أحكي حديث وبطلب أصبتش فبطلب أنه إذا كان يعمل لي التيكت أو هذا فوالله فعلا طبيعا ما تخبر حدا فأنا بقولي طبعا هذا كله بيني وبينها بالحديث تقول لي إنه إذا حد يعرف ممكن يحاولوا أنهم يأذوني وما أمشي في هذا الشيء من أصدقاء مقربين خايفة عندها دائما خوف بقول لي أنت إنسان يجب أن تكوني فخورة بالإشي التي تعمل تسوي بالعكس أنا من أني أطلع وبحكي وبعبر فهي خلقت حالة من الخوف الغير منطقية عندها لأنها تحتاج الفرصة لكن علما إذا هي وطبعا تأمن وصار الاشي بدهيها بناء على قرارها أنا لم أكن معه شخصيا أنا لم أكن أن الصح يجب أن يكون واضح ونجب أن نواجه الغلط بإيجابية ومحبة طبعا وطبعا يوما حتى أنا شخصيا اتعرضت له أن نطلب مني شيء أن قد تساعدنا بنشر معلومات معينة أنا اليوم فاتح حتى وقت الخاص فيي فاتح منصة إيجابية إذا أدعم الناس خير وبركة إدعم مثلان مثلان المهم صارت بداء على عدم نشر هذا لأن هي حالة مرضية توف هذا الشخص فحكما بعتلي بسببك أنت وبسبب هذا الكلام توفت وكان بإمكان لحول الله أنا للأسف هاي بعض الأمثل الواقعية اللي مرت عليك وأنا حابة أختم حديثي معك غسان ببعض النصائح أو رسالة بتحب توجهها لكل الأشخاص اللي عم بيستخدموا منصات ومنابر التواصل الاجتماعي كيف لازم يتعاملوا معها كيف لازم يحموا نفسهم منها أنا مؤتمن تماما بأنه اللطف يولد من القوة وعكسه يولد بعكسه رائع فالضعف هو يولد من الخوف الهجوم يولد من الخوف فأي شخص هو يحاول يتنمر عليك أو يتمادع عليك أو يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ضدك لازم يكون عندك وعي كامل بأمن المعلومات واحد بالقانون الموجود لحمايتك تلك الشيء اليوم في وحدة جميلة جداً في الأمن العام مهتم بهذا المجال خصوصاً بالابتزاز الإلكتروني جداً جداً وهو واحد من أنواعه وكثير أشخاص إذا أنت عندك حياناً نقولك شغلة ممكن الشخص وأبداً ما تبين لشخص لقبالك أن أنت ضعيف وخايف منه لأنه متعته ولسته بالحياة يشوفها كيك صح صح وأيضاً غسان لو نحكي عن النقد على مواقع التواصل الاجتماعي يعني عم بشوف على السوشيال ميديا أنه كل الناس عادة عم تنتقد بعضها لكن النقد ما عم بيكون إيجابي وعم بندرج تماماً فاليوم إذا قادر تهمس في داني أنه أنا ممكن بدني نقب تحسين يفضل وأنه صغرني ما رح يكبرك صح يعني مهم جداً تعرف وفشل لي مش معنا نجاح حكي 100% إذا قدرنا نوصل لهذه العقلية بتخيل ممكن نفشي بخطأ صح 100% شكراً لإلى جرسان ريادي الأعمال ومؤسس مشروع براشوت 16 وصاحب برنامج تموحي لايف يحمل جميع وديروا بالكم على أولادكم وديروا بالكم على حالكم ودائماً وعوا أطفالكم وبالمدارس أيضاً وعوا طلاب المدارس بهذا الموضوع التحديد وهلأ مشاهدين رح نروح مع بعض لتقرير عن غروب الشمس في البترة خلينا نحضر هذا التقرير ونرجع لكم